السلام عليكم تخريب حق لزهر أو اختراق حق لزهر ده عنوان يخد لكن مش الغرض منه العصارة لأنه وراه قصة مهمة لازم نحكيه هل هناك اختراق حدث فعلا لحق لزهر ولم تعلنه مصر استشعرت الحرق يعني ده سؤال وهل حق لزهر جزء من حصار اقتصاد مصر بين قصين عقاب لكن السؤال الاهم ما الذي تتكتم عليه الحكومة المصرية ولم تكشفه بعد هل تحمل الساعات القليلة القادمة او الايام المقبلة مفاجآت في ملف الغاز المصري وما الذي تنويه مصر حضر خمسين تشاي عيار تقيل لحلقة عيار تقيل ترددنا كتير على فكرة في اننا ننشرها معلومة حساسة لكن من باب الوعي وجب اظهار الحقيقة وما يدور في الكواليس حتى وإن خالف الواقع والمعلن والمنطق ده حقك ولأن الايام اللي جاية الدنيا هتعج بخبر يخص او الاتجاه اللي بنتكلم فيه النهاردة حق لزهر لحساسات الحلقة دي هاشترك او هاشرك حضرتك معايا في قرية ما بين السطول واكتفق بالخطوط العريضة هتديك تفاصيل بس مش تفاصيلة 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 شوف الحلقة للآخر لو شاهد جهز هاتوا يلا بينا ما تنساش اللايك والشير والسلام لو كومنت واشتراك في الصفحة والقناة على اليوتيوب والفيسبوك يبقى حلو قوي لان ده بيدعمنا انا محمد ابو عاصي وجادر ديش معاك اقتصاد في خمسين اقتصاد النهاردة معانا رائع جيد في خمسين اقتصاد ناس كتير بقت مهتمة بالبيزنس ومجال المال والاعمال ناس كتير بقت ربطة فكرة الوظيفة وبقت بتنطلق ناحية انها تأسس بيزنس خاص وتستهدف اسواق فيها حوافز استثمارية منطقة الشرق الاوسط بالفعل اصبحت اهم سوء بيد حوافز وهي نتيجة اول خطوة في عالم البزنس انك تأسس شركة لو بقى عايز تأسس شركة او لو عندك شركة وعايز تتوسع بها سواء للامارات او السعودية وتستثمر هناك وتستفيد من المميزات هناك سواء الموقع الكوخراف للامارات وتسهيلتها او الطفرة الاقتصادية في السعودية وتسهيلتها حيواجهك مشكلة في السوق الاماراتي والسعودي بالتحديد ان اي حد بيحاول يأسس هناك دايما بيشتك من ضياع الوقت والفلوس في الاجراءات سواء حاول بنفسه حلقة النهاردة بتاعت وهي شركة ابشر اللي وظيفتها انها تسهيل رحلة اي مستثمر عايز يأسس شركة او يتوسع في الامارات او في السعودية ابشر اسست اكتر من 3000 شركة وحاصيلة على اكتر من 100 تقييم خمس نجومة على جوجل ابشر عندهم خبرات واسعة بقوانين ولواحي الاعمال هيأسسه لك شركة بسلاسة وسهولة وبدون اي تأخير هيكون عندك سجل تجاري واقامة وبتضمن حساب بنك الشركتك بدون اي تضييع الوقت او اي رسوم مخفية لفترة محدودة بيقدموا في قبشي الاستشارات مجالية وبيشرحوا ليك الاجراءات كاملة والخيارات المتاحة في التأسيس وبيجاوب على كل اسئلتك هسيب ليك في الديسكريبشن وصف الفيديو تحت لينك حجز الاستشارة ولينكات الويب سايت والسوشيال ميديا بتاعتهم لو عايز تستعين بيهم او تدخل تاخد ذكرة نرجع لحلقتنا وعشان اقولك اننا يوميا بنعمل لايف من الساعة واحدة للساعة ثلاثة دهن في اي وقت من دهن مدته من ربع ساعة لنص ساعة وهنخليه عشر دقائق معلوماته تختلف عن معلومات الحلقة في ريت تتابعونا في اللايف ده طيب ركز معايا بقى في اللي جاي لما بتشتغل في مطبخ الصحافة والاخبار وخاصة الصحافة الاقتصادية بتكون شاهد على عملية صناعة الخبر نفسه ثانية واحدة يا واصل صناعة الخبر هو مش الخبر ده بيحصل يعني بتدابير ربنا وفقا للظروف برا حزبة البشر يعني فجأة ألمك صح كله بتدابير ربنا بس مش كل الاخبار بتحدث فجأة هناك اخبار يخطط لها من جهات دولية من حكومات من اجهزة مخابرات من بنوك من كبار السوق من منفسين من حتى وسائل ومؤسسات مالية من وسائل اعلام معادية من وسائل اعلام صديقة خد بالك مش لازم كمان اللي يصنع الخبر يكون صحب ودايما في الاخبار المصنوعة هناك طرف خاسر واخر رابح وهناك هدف وهناك صفقة للي اشتغل في الاعلام او اللي هيشتغل هيعرف خطورة الخطوة دي والغرفة دي غرفة الاخبار بقولي الكلام ده مش لاستهلاك وقت حضراتكم احنا بنقدم وعي كامل مش جاي أجيب معلومة ورمها لك ومشي لا ده وعشان أقولك ان ما يحدث في غرفة صناعة الخبر خارج حسابات العقل وكمان المنطق واحنا هنا في 50 اقتصاد بحكم اننا واغدين خط اننا نكش في الكواليس والمستخبي بصراحة بنفجأ في الكواليس بأخبار وتسريبات خارج نطاق المنطق معلومات تخد بعضها يجب ان ينشأ وبعضها يجب ان لا يرى النور صفقة ضخمة وفي نفس الوقت ملاش اي مردود على الشارع أو المواطن لكن بتحصل منخص النقطة دي ان دي شهادة او معلومة او حقيقة خطيرة ان ما يجري في الكواليس من اخبار واحداث وما يتداول من معلومات وحتى حقايق اكتر بكتير واكتر مما تتصور من المعلن بالنسبة لمصر او اي دولة شقيقة المعلن حاجة والمخفي حاجات فلا تدعي لها لو فكر بقى حضرتك من حوالي شهر رجع حقل زهر تريندو مرة تانية من زاوية جديدة وهي زاوية نقص انتاج ومرة تعطل انتاج ومرة تلتة رد الشركة شركة ايني الايطالية اعمال الحفر والصيانة وتأخر مستحقت ومرة ان الحق فيه انهيارات داخلية تهدده واتاها كان فيه قصة تانية تضرب في الكواليس لم يعلن عنها احد اي شيء سوى العاملين في حقل زهر انفسهم او المصادر المسؤولة القريبة من نظم التشغيل في الحق او المسؤولة في قطاع البترول عموما ايبا هي القصة التانية دي وهل هي حقيقة من الاساس ولا مجرد هاري من اللي بنشوفه ونسمعه بشكل يومي قبل ما اجاوب على السؤال ده بالتحديد لازم تعرف حاجة مهمة جدا ايه هي ايه هو حقل زهر اللي بنتكلم عنه وركز اوي في النقطة دي ومش هكتر لك كلام فيه بس لازم تعرف كم نقطة هنعتمد عليهم بعد كده ده في كلام حقل زهر اهم حقل في مصر ولسه او ليس اهمية قصدية فقط لا ده ليه اهمية سياسية وكمان بيأثر على قرار مصر كان ليه اهمية قرار مصر ودخولها كمنافس في سوق الغاز ورجوعها تاني مستورد للغاز بعد ما حققت الاكتفاء الزات دخلها لعبة كبيرة جدا وخرجها برضو من نفس اللعبة موقعه في المنطقة السخنة من العالم مركز الصراعات الجديد منطقة شرق البحر المتوسط ده يبعد عن مدينة بورسعيد حوالي 2 كم في البحر الابيض المتوسط الحقل ده اضخم حقول الغاز المصري واضخم حقول الغاز في المتوسط اضخم من حقل الغاز ليفيسيان الاسرائيلي 40% من انتاج مصري من الغاز من الحقل ده يعني اتعطل اتعطل 40% من انتاج حقل او انتاج مصري من الغاز اكتشف ان الحقل ده شركة إيني الإيطالية عملاق صناعة الطاقة حول العالم في منطقة البحر المتوسط على عمق حوالي 1500 متر تم حفل البقر الاستكشافية كانت على عمق 4000 متر في المنطقة الاقصادية المصرية مياه الاقتصادية من البحر المتوسط وركز معادي رسمنا الحدود او رسمنا الحدود وعملنا قصص وعشان الحقل ده بالتحديد احتياطي حقل الزهر كان بيقال انه 30 ترليون قدم مكعب من الغاز بتعادل 5.5 مليار برميل مكافئ من الضفر اقصى عمق في الحقل حوالي 4131 متر بيغطر حقل او حقل الزهر مساحة توصل لحوالي 100 كم مربع استغرب بدء الانتاج 28 شهر بعد اعلان اكتشاف الحق ودي بقى نقطة مهمة المفروض انه تتقل لاخر المعلومات المنشورة من ايني وصل الانتاج اليوم لـ 2.7 مليار قدم مكعب ده كان في اغسطس 2019 وكان المفترض انه يوصل الانتاج لـ 3.2 مليار قدم مكعب يوميا عند نهاية 2019 بداية 2020 اتفقت ايني حفرة او على حفرة 10 ابر في القطاع الشمالي لحقل الزهر وبيرين في القطاع الجنوب تم انشاء 8 وحدات لمعالجة الغاز على الساحل في شمال مصر وكمان تم مد خط تاني لانبوب الغاز يوصل من حقل الغاز لوحدات المعالجة على الشط بطول 216 كم حقل الغاز الزهر انتاجه مقفض لـ 2.8 مليار قدم مكعب وبعدين انقفض لـ 2.3 مليار قدم مكعب يوميا وبعدين انقفض تاني لحوالي 2 مليار متر مكعب من الركاز يوميا والأيام ده انقفضوا عشان يوصل لـ 1.9 مليار متر مكعب جميل ولسه مكمل انقفض لكن الانقفض ده مش هيستمر وهقولك ليه ده طبيعة حقول على فكرة موضوع الانقفض مع بتاية التشغيل بيكون أعلى نسبة استخراك بتقل مع الوقت لان معدلات الضغط بتقل او معدلات الضغط بتقل فالمفروض يقل لعشرة في المية لو على البر ولو في البحر 15% سنوية وده اللي ماشي بيه حقل زهر على فكرة وفيه احترام من شركة إن الخزان الحق بتحكي المية وبترفع عملات الضغط وبتسحب بحساب ده كلها قصة وحاجات تانية تقنية قوي ملهاش لازمة نتكلم فيها التقديرات الأولية للحقل زي ما قولنا قلنا ايه ان الاحتياطات حوالي 30 تريليون قدم مكعب تركز بقا وبعدين قال لك لا ده 23 تريليون قدم مكعب انخفض بغض النظر لكن الحقل كان ليه دور مهم مهم في رفع إنتاج مصر من الرغاز وعشان تحقق وقتها الاجتفاق الزاتي تاني وقتها الاجتفاق الزاتي كان في شهر ستمبر 2018 وقد بدأت توجه الفائد للتصدير تكلفة الاستثمارية من المتوقع إنها توصل لحوالي 15.6 مليار دول معلومة دي فقط إنتاج مصر من الرغاز كله 5.7 مليار قدم مكعب يوميا واستهلاكها حوالي 6.1 مليار قدم مكعب من الرغاز يوميا من هنا بقى يبدأ وزء مختلف من الحلقة لإن حقل زهر اكتشافته مصر من 9 سنين في وقت كانت الأوضاع سيئة سياسيا واقتصاديا وعلى كل المستويات فكان اكتشافه ليه جالب نفسي عند المصريين وكما الاجتماع ضغر الجنب الاقتصاد الموضوع تخط تكونه حقل عادي كانت محتاجة اه محتاجة محتاجة ترفع المعنويات فتدخلت مصر حكومة بكل أجهزتها وضغطت على إيني ان الحقل يكون جاهز بسرعة وكان جاهز في 2017 بعد 28 شهر من اكتشاف وده رقم قياسي عالميا المفروض بقى تبقى المدة ضعف اللي لم يكن أكتر ده كان ليه بعد كده تأثير بان فيه رشح مائم وخيره حصل في الحقل عطل وقال للإنتاجه لكن تدخلت إيني لتدرك الموقع هي واحدة من الشركات التقيلة في المجال ده عالميا وعندها الامكانات المتطورة انها تقدر تسيطر عن نوع ده من الأعطار ودوار لكن ثانية واحدة هم اللي حواليك هيسبوك الكيان والشركات والأسواق العالمية اللي انت كنت بتشتري منها هتقول لي هادي هقولك لا لا أي دولة أو في أي دولة كان يبقى عادي انت لا كمصر لا انت دولة محورية وكل ما اكسب ليك معناه قوة وإنك تكبر وده هيأثر على ميزان القوة حواليك في منطقة الشرق الأوسط لصالح ناس على حساب ناس لسه في حد عنده شك في النقطة دي بعد المنطقة أو النار اللي ولع حوالينا دي كلها عشان كده فيه قصة شوف أنا من أول الحلقة بمهد إزاي ليها قصة قريبا ممكن تنتشر ككواليس في الإعلام الدولي والمحل هيجيلها اليوم اللي نتنشر فيه نحن بس بدأنا القصة دي انتشرة دلوقتي فعلا في أوساط العاملين في قطاع البترول وخاصة العاملين والمسؤولين على حقل زهر والشركات اللي شغالة في البترول وهقول لك مدى صحتها دلوقتي أنا بحكي لهم وهو إن فيه أعمال تخريب وأختراق حصلت لحقل زهر وده أدى التدفق الماء داخله وتعطل إنتاجه المهم من فيه أو إن التخريب أدى لضرر في الخزان نفسه أو إن كان سبب في تصرب الغاز ودياع جزء من الاحتياط ودخول ماء وإنهيار جزء من الخزان نفسه وجداره وقصة دي كلها وزي ما تقول قول الأخطر بقى هو ما يشاع ويتم نقله إن الشركة اتطرق لصرف مبالغ وضغط استثمارات جديدة وعشان إنقاذ الموقع وطبعا مصر تتحمى الجزء المهم من حسب ما يشاع برضه بإن العملية دي ما كانتش إهماء ولا ضغط وق وعشان سرعة إنتاج ده كان فيه تخريب واختراق مقصود بسبب مين هل فيه أجهزة تدخلت هل كان فيه حد مزروع وسط العاملين إلى جانب هل كان فيه محاولات التسلل هل كان فيه محاولات لتعطيل الحقل ده بالذات أصل 40% من إنتاج مصر ومتسيط حقول تانية وخليك مصر تحقق قوة دبلوماسية في إنك تصد وتدخل أسوأ بعينها وتاخد مكان نس تاني أجيرانك أو تاخد استفقات قبلهم فالحق الورقة قوية حتى بعد مرجعت تستوى دي قصة على فكرة وفي قصة حقيقية موجودة على الأرض ناس بتحكيها ما حدش قدر يصربها في الإعلام لكنها متدولة في الوسط ما بين الناس وبعضون بتوع البطرون وجرد كلام لكنها أو لكنك هتعرف قريب أو هي هتعرف قريب طريقها للإعلام الدول طيب هو الكلام ده صح يا عاصي كلمنا كتير قوي مسؤولين ومصاطر محدش أكد إن الكلام ده صح بصراحة بس برضو محدش نفى فيش معلومة العكس دي الناس بقى عندها حس المؤامرة عالية بتقترض إنه ممكن يكون صح وفيه اللي راقد يتكلم بس إنك تسأل وتستفسر ربنا بيجزيخ خير ليه بقى لإننا وإحنا بإننا عسعس استضمنا بحاجة مهمة جدا درجة صحة القصة دي ضعيفة جدا غير كده بقى إن فيه هجمة مرتدة فيه عمليات تشغيل في حقل زهر حالا شكلت الوقت مجلسيات جديدة بتدخل تنمية قبار وحفرة قبار أخر يعني إيه يعني بنسبة كبيرة وحسب المصرب هيكون فيه احتياطات جديدة بحقل زهر هيتم إعلانها قريب وإنه هيتم زيادة ضخه لإنه هيلحق به قبار جديدة الأرقام كان مش عندنا الإعلان إمتى مفيش كلام عنده بس ده قرب فعلا كده وبس لا ده فيه تغييرات في لوجستيات الحق سفن جديدة وصلت للحفرة والاستكشاف كل ده في نطاق حقل زهر معدات جديدة مناقصات جديدة شغل شكال جديد في جديد وده بيأكد معلومة قالها مصدر لنا إنه قريبا هيتم الإعلان عن اكتشافات جديدة تخص حقل زهر حوالي من 2 ل3 بير جدد هو الوحده اللي قال المعلومة دي محدش تاني أكدها فده نقطة مهمة لازم تقوم بالحضرتك أما بقى قصة التسريف فده لها قصة تانية أو قصة الإخترار ممكن آه ممكن لا لكنها معلومة ضعيفة جدا طيب تركز بقى معي المعلومة الأهم جدا في الحلقة كلها وهي إن فيه تكتم غريب لا تشنى فيه بالصدفة على اكتشاف جديد للغاز في مصر حقل ضخ أو كبير لكن هالدخمته بتوصل لحقل زهر مفيش معلومة الإعلان عنه قريب جدا إمتى بالتحديد محدش عارف أنا بقول جيب لك إنه في الكواليس إنه بيحصل اللي لم يتم يعلانه حتى الآن كل أروخة قطاع البطول بتتكلم عن الحقل ده بالتحديد وإنه في منطقة المتوسط وإنه بالقرب من حقل زهر أي تفاصيل زيادة ما حدش راضي يسرب عنه هو المعلومة الوحيدة إنه حقل ضخ وجنب زهر زي ما وين عن ناحية الثالثة فيه أكتر من حقل جدد حاجة في أوريون منطقة امتياز شروق خد بالك واربع حقول تانية في غرب الدلتا نطاق المتوسط وحقل اتعامل فيه برين جدد دي كلها دخل الخدمة الأيام الجاية ولم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى هذه اللحظة مع تحركات وزير البطول الأخيرة بتدل إنه فاهم وإن فيه حاجة بتحصل طيب التفاصيل المختصر أو التفاصيل المختصر دي بنحاول نجيب تفاصيل فيها بس بلا جدوى تكتب رهيب لكن فيه معلومة واحدة مهمة جدا تقص النقطة دي وهي إن الحكومة المصرية مع بتاعة الحقول الجديدة قبل تشغيلها وإسناد أعمالها هتبدأ فعليا تعديل عقود الغاز عقود استقلال الحقود مصر مستقر أمنيا دلوقتي وكمان سياسيا مغد النظر عن التوترات اللي بتحصل هتقولي ده إيه علاقته بالعقود هقولك إن الشركات بتشوف بيئة المخاطر اللي تشتغل فيها ووضع اقتصاد الدولة واحتياج الدولة وقوة الاكتشاف وعلى أساسها بتحط العقد وشروطه والعقود اللي حصلت وقت التوترات السياسية والحمنية في مصر كانت مش أفضل حاجة لكن ما كانش عندك بديل أيها بصورة يناير ويونيو النهاردة الأوضاع مستقرة آه في أزمة اقتصادية بس دي حلولها سهلة لو ركزنا فمصر هتغير العقود والنسب عايز أقولك إنها رايحة لمنصفة وفي كلام ستين أربعين مجرد توجه التفاصيل بالتحديد وهترسى على إيه محدش عنده معلومة بالتحديد لكن مجرد ما هيرسوا هتلاقيني ببلغك أول بأول طيب كمان تفاصيل الإنشاءات وعمليات البحث والتنقيب والتزامات اللي على مصر دي برضو هيعادل نظر فيه أو أعيد خلاص طبعا في حلقة كنا عملناها هنا قبل كده من فترة قلنا فيها إن مصر عندها اكتشافات مؤكدة من الغاز ومنطقة مهمة لكنها معطلة أو معطلة الاستفادة من الاكتشافات دي لأن الاكتشافات دي بحسب الجغورابتية المكانية هتفرض عليك تعاون معين مع شريك معين ما قلتش حاجة هو بس لازم مصر تاخد خطوات أسرع وعشان ما يجيش الشريك ده يسرع من الاكتشافات دي اللي أغلبها في الجانب المصري فييجي حد هنا يقول لي هو يعاص ممكن حد يسرع غاز أو يسرع حق أقول لك آه وممكن بكلمة تضيع حق له حقوقك فيه وفيه وقعة هاختب ليك بيه كان فيه عملية سرقة لجزء من حق لمصري الكلام ده كان وقت وزير البترول عبدالغراف في 2011-2012 مع حكومة الدكتور عصام شرف والدكتور كمال الجنزوري ودي وقعة فيها كلام كتير وفيها اعتمادات كتير وفيه سين وصات فيها بس خلينا ناخد الواقعة زي ما لان فيها شيء كبير من الصحة واحكي لك المتداول قبل ما وصل تعمل المنتدى لعلامة تألغاز بينا وبين الدول المطلعة على البحر المتوسط والعوايد اللي كانت بتتقسم بينهم ده عواية حق أفروديل اللي اكتشفته قبرص تحت جبل أرتس نورس من الحدود الجنوبية القبرصية وده بيتسمى منطقة أو انتياز البلوك 12 المفاجأ بقى ان المنطقة دي مصرية بالكامل من 1000 سن ده حسب ما تم نشر حاجة كتير تخص النقطة دي والحقل ده مجزونه بيتقدر بحوالي 27 تريليون قدم مكعب واللي اعتبر الرئيس القبرصي ساعتها أعظم اكتشاف للغاز في العالم وكان الله يسمح وسيل البترون المصري عبدالله غراب ساعتها هو اللي بيدير الحقيبة دي كل ده اعلن ان اكتشاف أفروديل تبع قبرص بالكامل جميل وده تصريح حصل بدون أي دراسة أو تأكل لان الخرائط القبرصية مع الدراسات الجديدة أثبتت تداخل حقل أفروديل مع منطقة نيميد المصرية اللي حصلت على امتيازها شركة تشيل الهولندية من الحكوبة المصرية سنة 2009 خدوا بالكم من الكلام ده لان هي دي المناطق اللي فيها اللعب ما بين قبرص إسرائيل كمان مصر انت ما تنزلتش عن حدودك برضو شربه واضح دي مناطق منفعة اقصادية بتاعتك بس مناطق منفعة اقصادية في المياه الاقصادية مش الاقليمية كمان المهم انه بعد اكتشاف حق لأفروديل إسرائيل اعلنت عن اكتشاف حق لبسع اللي تم اكتشافه في 2010 مخزونه تقريبا 16 تليليون قدم مكعب بما يسوي 80 مليار دولار وده بيبعد عنده مياط شو بقى المسافة 190 كم بس يعني ممكن أنا بقول ممكن يكون ملك مصر لو مشينا على القاعدة اللي بتقول انك لا تزيد او انه لا تزيد المياه الاقليمية لحدود اي دولة لأكتر من 200 كم شفتوا فقاعد قريبين من بعد ازاي وكمان الحقل ده قريب من المياه الاقليمية الفلسطينية في حيفا المحتلة يعني لو قلنا انه مش تبع مصر فعلى قال لي خالص تبع السلطة الفلسطينية وجنبه بقر اسرائيلي اسمه شمشون وقد قدر صروته ما يساوي 20 مليار دولار سي شمشون ده بقى في مكانه مش هتصدق بينه بين محيرة المنزلة 114 كم بس يعني برضه بنفس القاعدة ممكن تعتبره جوه المياه المصرية اكيد احنا مش هنفرد في حاجات وقفيد في حاجات تانية مخفية في القصر وزي ما قلتلك مش كل حاجة بيتم اعلانه بس لازم تعرف ان القرب ده بيقول حاجة تانية خلاص بقى ان كل دول بينهم ممكن يكون بير واحد او اتنين مش هجالينهم اصلا وكلنا بنتخانق على اللي فيهم وهنا بقى اللعب اللي بتعمله اسرائيل وتركيا ببعض الاماكن لكن الكلام ما بيدالش عشان المشاكل ما بتنبرش والصدام يعلى وتلاقي وسائل الاعلام مادة تقعد ترغي فيها للنهار ويبقى فيه مشاكل طب ايه تنويز الحقنا في الحقول دي هنا لازم نرجع لبعض الدراسات المصرية زي دراسة الدكتور نايل الشافعي والسفير ابراهيم يسري اللي بتطالب بحق مصر تركاز الاسرائيل المنهوب من قبرها البحرية في الشرق المتوسط وزي ما اسرائيل رايحة تتفاوض عليهم مع قبلوس وليونال زي ما بتعمل دلوقتي لان الدراسات دي بتأكد ان فيه تدخل للحدود بين كل الدول في قبر الغاز في شرق البحر المتوسط وان فيه استغلال ومنفعة غير قانونية من بعض الدول على حساب دول تانية او تخريبه واتبال حضرتك وتدول الاعلام المؤيد والمعارض للقصة دي كلها طيب ركز في اللي جاي ده معايا صحيفة الحياة اللي ابنانية دالله هتقرير حلو قوي بتقول فيه ايه نشرت في سنة 2011 ان لما مصر اعلنت اكتشافات حول الغاز في شرق المتوسط سنة 2003 اسرائيل حملت مسحة عن طريق الغواصات الروبوتية بس بواصات شغيرة كده تنزل تعادل في المياه لمنطقة البحر المتوسط المواجه للشواطئ المصري بما فيها ضفاف النيل في العمق عند نقطة التقاؤه بالبحر وتم نشر صور للمياه الاقليمية المصرية على موقع هاية المساحة الجيولوجية الاسرائيلية وطبعا اسرائيل عملت ده عشان تفهم حدود الابار من فين لفين وتلحق تستخرج اكبر كمية من الرغاز بالتعاون مع قبرص لانه كنت وقتالي استمرسمناش حدودنا مع قبرص زي ما عمل الرئيس السيسي وده بيعتبر انتهاك للسيادة المصرية في مياه وده يقول لك بها ويوضح لك ليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان عنده اولوية وبعد نظر في اعادة بناء البحرية المصرية ويمدادها بأعلى التكنولوجيات ويكون عندنا احنا كمان دوريات من الغواصات عشان نقشي كل اللي بيحصل في مياهنا الاقليمية وروح نيجي نعمل دوريات الخلاصة الحلقة دي مهمة وليها جزء تاني لو عايزين اقول بس هنهدى علي شوية في اوقات كتير ضيعنا فيها حقوقنا سواء عن عمد او لاننا ما كانش عندنا القوة اللي نقدر ناخد بها حق فينا لكن دلوقتي مفيش اي مبرر اننا نتهاون او نفرط في اي حق مهما كان صغير لانك لما بتتهاون في الصغير الكل بيتمع فيك ويستضعفك وفي ظل اننا عندنا رؤية وهدف بيننا نكون مركز علامي للطاقة فلازم يكون عندنا برضو وعي بتحركات الدول اللي حوالينا سواء كانوا اصدقاء او حتى اعداء لان في عالم السياسة والاقتصاد مفيش عداء دائم ولا صداقة دائمة هي بصالح ولازم تتصالح اشوفك على اشتركوا في القناة